المهندس تاني سبطيش موجود معنا اليوم موضوعنا هو استكمال بناء بازيليك الديسي رفقة جربتها محاج لكل مؤمن وواحد سلام وصلة بتعج فيها أكيد المؤمنين بيكونوا موجودين بكثرة كمان وصرنا حاسين أنه لازم تكون أوسع ولكن قدية عم يقدروا أنه يكونوا عم يأمنوا التمويل لها البازيليك اللي رح نشوف مع المهندس تبطيش قدية حلوة ورائعة أكيد منشوف سواء أهلا وسهلا فيك موزور كاتيا موزور مشاهدين الام تي في دايما التمويل شغلة كتير مهمة وأزمة اقتصادية مثل الأزمة اللي عم نمرق فيها بيكون في صعوبة أكتر ولكن كمان دايما واحد سلام وواحد صلاة مثل دير الديسي رفقة دير مار يوسف جربتها بالأحرى ضروري أنه يكون موجود لأنه يعني عن جد بأوقات كتير من الصعوبة زيارة لهيك مكان بترد الروح مضبوط يعني هي نحنا من إلا البازيليك هي كامل متكامل مشروع كامل متكامل يعني مش بس يعني بيجي وصل الزيار بحس حاله مرتاح عم بيزور عم يعني عم بعيش الحالة الروحية اللي جاي يطلبها يجاي يطلب شفاعة الديسي رفقة خبرنا شوي عن البازيليك انطلقت فكرة البازيليك بسنة الـ 2001 على أسر إعلان رفقة الديسي للبنان كله وقرروا إخويتها أنه الرهبات يقوموا بيها البازيليك تكريما على اسمها بتعرفي أنت بكل بالعالم أو بلبنان عم يكون في بازيليك على اسم أو كنيس على اسم القديسة رفقة كامل الأحرى يكون في بازيليك بمحل وين توفت القديسة رفقة وين عيشت يعني فبلش المشروع سنة 2003 لأنه بتعرفوا كنيسة دير مار يوسف ما بتسيع كل هالمؤمنين ما بتقدر تستقطب لعدد هالمؤمنين الكافي لأنه أنجأ بتقدر تسيع مئة شخص فقرروا الرهبات يقوموا بمشروع البازيليك تقدر يجمع كل هالمؤمنين من كل هالم من لبنان ومن كل الأطياف في العالم وبلش الشغل من 2003 وهلأ بعدنا مستمرين مكاملين أكثر من قسم البازيليك بتتألف البازيليك من ثلاث طوابق أول طوابق هو بيكون مثل محلل بيتضمن مثلا صليت لعرض الأفلام بالصوت والصورة لمركز للإسعافات بالصليب الأحمر بيكون في مركز للكهنة في مثل مطحف للإديسة رفقة فيه كمان يمكن بارت للكورال الإديسة رفقة يعني بيكون فيه كذا يعني هي مثل صالة بوليفالانت بتكون لعدة استعمالات نرجع بنوصل للبازيليك يعني اللي هي هندسة مارونية هندسة مارونية بأمتياز استوحناها من قبر الإديسة رفقة اللي هو بيشبه للسفينة ليش السفينة؟ لأن السفينة هي تشبه حياة الإديسة رفقة حياتها الصعوبات ومسيرة هالألم اللي أطعتها الإديسة رفقة تتوصل لبر الأمان وبر الخلاص لبر سيدة يسوع المسيح وكمان بتشبه السريج السريج هو سريج النور نحن نعرف أن الإديسة رفقة عميت هنا أنوار المجد اللي تمتعت فيهم الإديسة رفقة أما الطابق الثالث وحيكون مدرج الطابق الثالث هو مقسم لقسمين القسم الفوق المزبح أكيد بيكون الأكسي عليه ممنوع ما فيه حدا يمشي عليه والقسم الثاني رح يكون مدرج هذا المدرج بيكون فيه كل شيء مثل احتفالات لهذا الدير شو فيه نشاطات بيقدر يكون فيه مثل قرارة الإديسة رفقة أو احتفالاتها دير بيقدر يكون كله بهذا المدرج طبعا الشغل جاري وشفنا الشغل بلاش ولكن الحاجة أنه يكونوا لكل المستفيدين فعلا من عظمة الروحية اللي عندها إيها الإديسة رفقة كمان هن يكونوا عم يشاركوا بأنها تكون عم تكبرها البازيليك مضبوط نحن هلأ وصلنا لمرحلة شوي صعبة هي مرحلة تلبيس الحجر وبتعرفي كاتي أنه مرحلة تلبيس الحجر بتطلب دعم مادة لأنه تلبيس الحجر هو مكلف يعني وبنرجع المراحل عتالي فيه شبابيك الطبليت يعني فيه عنا كذا مرحلة تنقوم فيها فنحن هيك مندعي كل شخص أنه بيقدر يحط إيده يمكن لو بحجر واحد وهون هيك من هالشاشة بحب وجه تحيي للأمي لاني مقصود الأمي لاني بتعلمناها شغلة صغيرة هيك عطول بحب أولى أنه كيف البي والأمر الرجال والمرأة مثلا بيشتغلوا كل أيام حياتهم كرميل تا يتركوا ورطة أو يتركوا بيت لأولادهم فكان بالأحرى يتركوا هالكنيسة يتركوا هالكنيسة اللي بتضم هالشباب شباب تعرفي هالشباب صار فيه شوية تشارزهم بهذا قداش هالكنيسة أو هالبازيليك تقدر عم تجمع هالشباب تقدر تجمع هالأطفال الكبار الصغار يعني من كل من كل الأعمار عشا بي كازينو لبنان رح يكون قريبا نعم بهالهدف كمان نعم فقررنا مع أكيد مع موافقة رحبات درمار يوسف جربتا والأم ملانين مقصود أنه نقوم بعشا دعما لاستكمال بناء بازيليك الأدسي رفقه العشا رح يكون بأربعة آيب الساعة تسعة بكازينو لبنان والعشا بيضمن يعني بيكون هو كمان يعني لا دعم البازيليك وفي بيكون في برنامج فني يعني كامل متكامل صهرة مثل العاد أكيد كتير حلوة وأجواء حلوة تنجع البازيليك والهندسي مين عم يهتم بهندسة البازيليك الأركيتكت هو أستاذ كلاود أبي سعد اللي هو قام بالأعمال الهندسية الأستاذ جورج خليل اللي هو قام بيعمل عم بيقوم بالأعمال الانشئية في شركة كيسر دباس اللي هو أنا ابن هيد الشركة اللي عملنا دراسة الإنارة وأنا متخصص بهذا الموضوع يعني كيف نعمل الإنارة وخصوصة للإشار الروحية للكنيس يعني يعني هذا تخصص بحد ذاته إيه الإنارة الليتورجية نعم هذا النارة الليتورجية يعني صار عنا خبرة فيها مع الأستاذ ألي ملكي يعني من الشركة هو الصباق بهذا الموضوع وكمان في شركة جورج سمير أسمر اللي قامت بيعمل الكهرباء وشركة ألي اللي قامت بيعمل الصوت يعني صار في عنا دراسة كاملة متكاملة كرميل البازيليك يعني الهندسة صارت كلها متكاملة الخرايط كله صار موجود بعد في الإشهال على الأرض كيف نقوم فيه نستعرض شوية العمل بيه روبرتاج صغير تلبيس الحجر بياخد وقت وبيتطلب كتير كلفة نحنا متكلين على العلينية الإلهية وعلى الـ DC رفقة صاحبتها الكنيسة لأنه هاي البازيليك على اسمها ولاش سميناها بازيليك الـ DC رفقة لأنه متل ما بتعرفوا كل مكان يطلع فيه الـ DC لأنه هاي الـ DC رفقة طرعت من هالمكان مفروض إنه نعمل لها كنيسة على اسمها تكريماً لها إلهة متل ما بينعمل كنائس كتيري فيما أمكن كتيري إنه على اسم DC رفقة كان بالأحرى إنه يكون لها كنيسة كبيرة تتضم كل المؤمنين اللي بيجوا يصلوا هوني لأنه متل ما بتعرفوا الاحتفالات الروحية اللي عنا بتصير عن ناس عن تقعد برا نحنا اتكلنا على العينيجي وبلشنا بهالبازيلي وهلأ بالمرحلة متل ما قلت لكون مرحلة بتلبيس الحجر هايدي بتطلب كتير وقت وبتطلب دعم تحتى نخلص بس نخلص إذا الله راد نبلش بالبش ببيك وهيك كل مرحلة بمرحلتا وعلى ربنا الاتكال ودي سي رفقة هي أنا بقول له يا أختي رفقة هايدي كنيستك انت دبريا أنا فعلا بقول لكون إنه بس وقع بمشكلة أو بيجي بدي ادفع في تورا أنا بقول له أختي رفقة ولو هايدي كنيستك انت دبريا يا أختي يا مار يوسف يا انت صاحب المقام صدقني إنه دغري بلاقي إنه تيسرت الأمور ونواجد المبلغ إني أعطيه للمعلم العنية عمر بقى إن شاء الله خير ربنا هو يعطي الصحة والتوفيق والفرح ولكل إنسان محتاج لكل إنسان بيجي على هالدير وبيطلب البركة من ادي سي رفقة بشفاعتها هي بتعطي كتير وربنا عينه سهراني على الكل ودي سي رفقة هي توفقكم يعني حلو كتير يعني هال إذا بنا نقول الأمثولة الروحية اللي عطناها مير ميلانية كمان فيما شغل بالدير؟ نعم هني الدير هنا ما عندهم يعني ما عندهم مدارس جامعات دير قائم بحد ذاته بيقوم على أول شي على العناية الإلهية اللي هي على الأشخاص اللي بتجي بتتبرع لهالدير أو الأشخاص المير ميلانية بتسميهم الأياد البيضة اللي هني هيك بيحطوا معها بهالدير وفيه أشغال يدوية بيقوموا فيها من بيعملوا قصص يعني كرميل خياطة الملابس الروحية أو فيه مثل منتجات الدير اللي هني بيقوم عليهم هذا الدير مسيرة كمان عم تنظموها على طريق الأديسي رفقه فيه مشروع هو بعد ما بلش هو فيه مشروع فيه مثل ما بتعرف كاتيا فيه هي البازيليكي استمداد للقبر الأديسي رفقه الأول وبطل على وادة وهذه على وادة حربة وفيه مشروع لأنه فيه محاب استحت كانوا هالأديسين ينزلوا علي طرق معبدة وطرق زفت يعني كانوا يمشوا بهذه الطريق فيه محابة سونيكي ففيه بروجي يعني فتور أنه يكون فيه مثل طريق إجر من جسر المدفون نعمل مسيرات ننطلق فيها من تحت تنوصل لهالبازيليك هلو هنا عم نشوف بتصور الدعوة الدعوة إلى العشاء التبرعي اللي بيقود رايع إذن لإنجاز مشروع البازيليك شو رأي من التليفوني اللي فيه ممكن نكون من خلاله عم نحجز دعوتنا دعوة هو على سبعة ستة تلاتة سبعة خمسة واحد تلاتة سبعة وهذا في جملة كتير هيك نحنا تقصدنا نحطها أنا والأم لاني هي كاتل إديسة الرأفة تقولها يعني الله يعمر معك هالدير إذا مسكته تراب بإيديك يتحول دهب الأرض تطلع لك والسمى تنزلك إن شاء الله دايما أنا بس كمان أبدي أذكر أنه كمان فينا نكون عم ندعم المسنين ببيت رفقة برسالة فارغة أو كلمة أمل من رقم لبناني على 11.04 إذن التبرع بيدولار لمسني بيت رفقة برسالة فارغة أو كلمة أمل من رقم لبناني يعني مهما كان المدخول قليل إنما الخدمة مستمرة الخدمة مستمرة وين ما في حاجة ديس رفقة عم يكون موجود فمن وجه بيتنا نحن كمان نكون كمان عم ندعمه ممكن للبازليك أو لدار المسنين أو لأي مشروع تاني ممكن يكونوا عم بيشتغلوا عليه فإذن الدعوة بنرجع منذكر بكازينو لبنان بأربعة آب ساعة تسعة بكازينو لبنان بتكون أكيد مكان لقاء حلو كتير خيكون تكونوا هيك مع مجموعة من الأصحاب عم تلتقوا بهالمكان وتكون الهدف هدف كتير حلو شكرا لألك ولوجدك معنا مارسي كاتيا ومارسي للأم تيفي وقافي هلأ ونرجع متابعة حلو كتير